اتنين وشيء مرتبط يعني ما فعله حسين الشحات مع الشيبي لعب بيراميدز تصرف خاطئ تصرف ماينفعش نقول عليه عادي صح ليه عشان قبل ماخش الهواء على طول شفت بعض الناس كانت بين انت عرفته عمله ايه الاول تبقال له ايه ممكن استفزه يعني فيه تصرف شفناه خاطئ فنقول عليه خاطئ هل معنى التصرف اللي عمله حسين الشحات الخاطئ ده ان حسين الشحات مش لعب خلوق ومهزب مش بتاع مشاكل ولاعب من افضل لعب الكرة المصرية في الوقت الحالي هل ده التصرف الخاطئ اللي عمله النهاردة ينفي كل ده لا طبعا بس لازم نقول انه هو تصرف خاطئ في نفس الوقت مقبول جدا تصرفه المحمود انه راح اعتزل للراجل راح اعتزل للشيبي بعد التصرف ده اهو الاعتزار اهو قدامنا يعني ماينفعش ما تقودش على الاولاني خاطئ وماينفعش تقول على التاني انه او ماينفعش تقول برضه على التاني انه مش تصرف محترم خليك فيه وخليك هادي وخليك عادي وارد ان اللاعب يخرج عن شعوره بس مش مقبول بقولك وارد بيحصل يعني بالمناسبة يعني بالمناسبة هاخد المداخلة دي او اكمل وقولك على طول عشان بس اخلص دي على طول بالمناسبة ليونيل ميسي سانة فاتت مش سانة فاتت من ثلاث شهور قدام باريس سان جرمان قدام فريق لوريان لما كان بيلعب مع باريس سان جرمان صفع لاعب كريستان ونالدو من ثلاث سنين كان بيلعب مباراة مع منتخب برتغال وصفع لاعب في منتخب ايرلندا تمام ده مش معناه انه عادي التلاثة غلط يعني اللعب الأسطورة ده اللي هو ميسي والرناندو ده اخطأ خطأ جسيم والنهار ده حسين الشحات اخطأ خطأ جسيم المحترم انه بعد كده اعتذر والمحترم اكتر ان الشي بيتقبل الاعتذار يعني كان ممكن واحد غيره يقولك لا طب والله انا مش قابل الاعتذار بطب عمل معايا موقف ماينفعش قابل في اللي اعتذار بس ما تقولش انه عادي يعني انت وانت مشاهد او مشجع ما تقولش ان اللي حصل ده عادي ماينفعش مايبقاش عادي واتمنى في رأيي يعني ان الاهل يتخذ موقف في هذا الامر ولو تغريم لحسين الشحات